حبيب الحلوية أتمنى تشوفوا المسلسل ده وانتوا كويسين ورايئين عشان حكايتنا النهار ده عن لو سونج ودول اتنين منا مش من شهور عندهم قرق مش راضي يحل عنهم لو عازفة نفسها تنضم الأوركسترة مشهورة بس حبكت أعراض القرق تزورها في الأوديشن ويغمع لها سنتين وتسير الجبل وبعدين تصحى تاني فقعد التندب وتقولي انا يا القرق في الدنيا دي عشان انا لازم لها للاختبار الاخير وانجح فلاقت قدامها اعلان تجربة لدواء الأرق وطلبين ناس عندهم أرق يشاركوا في التجربة قالت ان شاء الله يكون شفاية على ايد التجربة دي أما بطلنا سونج فيبقى مدير الشركة اللي عاملة تجربة الدواء وهو كمان عنده أرق ومخبي عشان مجلس الإدارة لو شم خبر هيترده فورا المهم ادى السكرتيرس فيهات الناس اللي طلبوا يشاركوا في التجربة بس للأسف فايل بطلتنا طرف الهوى ونزل على الأرض قدامها فجت تدخل حفلة اطلق التجربة قالولها معلش اسمك مش في الكشف وما كانوش راضين يدخلوها خالص لحد ما الحفلة خلصت والمجلس ضغط على بطلنا وقال له لازم التجربة دي تنجح وقال له هتبقى فضيحة للشركة فطلع يشم هوى على السطح ويفكر يجرب حباية من الدواء بتاعه على دخلت بطلتنا للسطح لما سألت عن المدير وعرفت النفوق فاللي حصل انها لما شافته فتقارته هيرمي نفسه مع ان الراجل كان بيحاول يجيب علبة الدواء اللي وقعت مش اكتر وفعلا جابها بس فجأة لقى واحدة بتشده من ايده فوقع عليها غصب عنه واول معانيهم جات في بعض ناموا نوم مناموش قبل كده وفضلوا مكانهم على السطح لحد ما هي صحية الاول وكانت منبهرة انها اخيرا نامت حتى لو ما تعرفش ده حصل ازاي بس اول ما صحيت وجات تسأل مين ده موبايله ران وردت قالت للي بيتصل ان صاحب التليفون حاول يبالبع ادوية فاللي بيتصل ده طلع السكرتير وعارف مين هنها على السطح وقال جاي فورا فهي كان لازم تمشي وخافت تسيبه لحسن يصحى يرمي نفسه امت رابطة بحبل من باب الامان يعني لحد ما التاني ييجي ونزلت هي راحت شغلها وازميلها ما كانش مسادة انها جات متأخرة عشان راحت عليها نومة ادي احكي بقى ان صنجة كان فاكر انه نام بسبب الدواء وهي كانت فاكرة انها نامت لسبب تاني برضه بس اللي اتنين عرفوا انهم موهومين وولا عمرهم هيناموا زي باقي الناس فقرر بطلنا ينضم للتجربة ورحموا تنكر سيك عشان محدش يعرف انه صاحب الشركة وهي كمان رجبة الاوتوبيس اللي مسافرين فيه عشان يبدأوا التجربة بعد ما دفعت رشوة للامن واول ما شافته خدت بالها النيدان اللي كان بينتحر فقالت خليني جنبه لا يموت نفسه تاني واول ما جات تركب جنبه السوق فارمل فقعدت على حجره وكان شكلها مضحك قوي بس عدتها واعدت وهو كان عمال يدعي انها ما تكونش فاكراه بس هي مركزتش غير في الجرح اللي في ايده وافتكرت احاول يموت نفسه تاني بس لو قال لها انه تعور وهو بيخيط من كتر الزهق بالليل مستحيل تصدقه فطبعا كان صعبان عليها المسكين اللي كره الدنيا ده وقعدت تقوله انه بكرة احلى ومسرنا نخف فكانت عايزاي يمسك ايديها عشان تلعبوا لعبة وهوب استواء فارمل تاني فوعد في حضنه بالغلط ومن ساعتها وهو ما بيأكلوا رز بلبن مع الملايكة ولما وصله صحي هو الاول وقعد يفكر يقاطرهم افعول الدو حصل متأخر ولا ايه واستغرب قوي انها نايمة هي كمان وكان ناوي يشيلها من التجربة عشان نومها ده دليل كافي انها ما عندهاش ارق شوف مين بيتكلم ولا عشان انت المدير يعني يا فنان المهم صحي تهي كمان لما كله نزل من الاوتوبيس وكانت فرحانة انها نمت اخيرا بس مجاش على بالها ان بطنة هو السبب انما اول ما شافته طالع ناحية البسين قالت اه ده كده هيرمي نفسه ولازم الحقه وطلعت تجري على البسين وفعلا هو كان قاعد وماسك علبة الدواء قبل ما ينزل يبلبط بس الحبيات وقعت منها على الترابيزة فاول ما شافته قالت اكيد خد الحبيات ونزل يغرق نفسه فنزل التلحق وهي عملة تقوله يدي الحياة فرصة تانية فهو كان نفسه يقول لها انه هو اللي نفسه فرصة يشرح لها فيها انها فهمة غلط بس نمع على طول اول ما شافها وهي يدوب طلعته وفردت جنبه لحد ما صحيه اللي اتنين بالليل لقوا نفسهم في نفس المكان وبدأت هي تفكر لو كان نومها مرتبط بوجوده بس قطعهم المكالمة اللي جات له من السكرتيرا وكان لازم يروح يتعشق فلقى عصافير بطنها بتصوصة وخدها يأكلها معي وهي كده كده كانت عايزة تقوله حاجة مهمة فخلصت اكله وقالت له خسارة راجل وسيم زيك يبقى كارح حياته وبيحاول ينتحر فقول لي ما لك وانا هقف معاك يعني ده انا حتى كنت دمن التجربة وطردوني فبدل ما روح اتفاهم مع المدير فضلت ان لحقك قبل ما تعمل حاجة في نفسك فقال لها واضح انك فعمة غلط انا ما كنتش بموت نفسي ولا حتى عن ذنية فما تشغليش بالك بيه واذا الى اللقاء فجابته تاني يقعد قدامها بعد ما كان ماشي عشان هي كلمتها ما بتتردش وقالت له انا عندي قرق وانت شكلك سرك باتع وكل ما لمسك انام وانت كمان شكلك زي لان احنا اللي اتنين بننام في نفس الوقت اول ما نلمس بعض فرغم انه حس انها عندها حق انقر وقال لها مع التلقيش وخلي الكلام ده نفعي بنفسك وخلاص السكرتيرا كانت هتمشيها من الفندو عشان ملهاش اي صفة في التجربة بتاعتهم لولا بطنة قرر يديها فرصة وقال لهم يعوضوها ويددوها اودة محترمة فالسكرتيرا اديتها اوته القديمة وبعتت له رقم اوته الجديدة بس هو كان في الجيم وما شافاش وموبايله فصل فعلى ما دخل الاودة كانت هي كمان جوه قاعدة مبسوطة بالاودة اللي والاستادك كاهرة بس من وسعها ما كانوش بيتقابله اساسا لحد ما هي دخلت نامت وهو اخيرا خد باله انه مش لوحده في الاودة ففهم الحكاية لما شاف رسالة السكرتيرا وعرف انه دخل اودة غلط فقال يجرب يلمسها يمكن كلامها يطلع صح ولمسها من هنا ورح في النوم من هنا لدرجة انه حلم بها حلم للكبار فقط وسح مغدود يقول ازاي عقل البطن يعمل فيها العملة دي لحد ما سكت هو وافكاره اول ما سمع صوتها ولقاها بتسأله جيه هنا ازاي اه بقى ما انت تلاقيك صدقت كلامي ومارضتش تعترف عشان كرمتك فجدت نام جنبي وتجرب بنفسك وطلعت انا صح فسكرتيرته جات على صوت الخناءة الجميلة دي واعتزرت لها على سوق الفهم واخدتها على البسيم تروأ لها اعصابها بعيد عنه وساعتها بنعرف ان لو سرقت منه كارت فاكراب تاعه وعرفة منه اسمه وكده بس ما تعرفش ان ده اساسا كارت السكرتير بتاعه المهم رجع شركته لقى عمه اللي اكبر منه بكم سنة بس بيطلب منه ما يسوقش العربية تاني عشان القرك اللي عنده وصل لليفل عالي والسواء دلوقتي خطر عليه فعمل نفسه ما سمعش حاجة وراح اجتمع مع باحثين عنده في الشركة وسألهم لو منطقة يعني اتنين يناموا فجأة اول ما يلمسوا بعد فسألوا قريطها في انه رواية دي مدير وكان شكله عبيد قوي وصراحة هي كمان كان شكلها عبيد لما راحت لمست صبع زميلها في الشغل عشان تجربها تنام ولا لأ وفي اخر الليل اللي اتنين فضلوا صهرانين برضو حتى بعد ما هو خده والقرق فضل مفنجل وقاعد يخيط زي كل ليلة وهي يعني فضلت صهرانة لحد ما الصبح طلع عليها فقالت ما بديهاش واتصلت بالرقم اللي في الكارت بس سكرتيرو رد عليها وافتكرها واحدة بتعاكس وسونجة اول ما خد باله انها هي فجات له الشركة فورا وقالت له اسمع مني احنا بنا سحر وبنايم بعض وانا مش عايزة حاجة غير انه نم 8 ساعات متواصلة زي باقي البشر فساعدني نم وهنا ما كانش عنده حل غير انه يفتح لها دراعات ويمكن تحضنه وتنام بس اللي حصل كان مفاجأة لها هي بالذات لانها ما نمتش ولا حتى حست انها نعسانة فقال لها انا غلطون انه كنت على وشك اسدق العبط ده وياريت ما نقابلش بعض تاني ويستحسن تشوف دكتور يعالج التخريف اللي في دماغك قبل ما يعالج القرق فقعدت مع نفسها تفكر ازاي نامه قبل كده اول ملمسيته والمرة دي لأ فلاقيت ان ده بيحصل في اللحظات الحرجة بس فقالت روح الشركة تقوله على الاكتشاف الرهيب اللي وسلتله بس اول ما شافها ركب عربيته وطار فقعدت تنادي عليه لحد ما السكرتير خد باله انها بتقول اسمه فقال لها صباح الفول انت بتنادي علي انا واللي خلع منك حالا ده يبقى مدير الشركة فاتخضت وقالت معقول المدير بنفسه يبقى هو كمان عنده قرق السكرتير وعمه سمع كلمة قرق دي وخدوها في اللوبي عملوها احسن معاملة عشان روحهم بقت في ايديها دلوقتي لان ما ينفعش مخلوق غيرهم يعرف سر سونج وهي ما صدقت بقى وحكت لهم اكتشافها الرهيب وهي انهم بيناموا اول ما يلمسوا بعض لو الوضع حرج فعمه الباحث المحترم ما كانش مسدق الهبل ده انما السكرتير كان شايف ان اهو اي تفسير وخلاص وهم اصلا متعلقين في اشايا ومش وقت فزلكة وكفايا ان البنت دي ما تنتقش بكلمة ولا تخرج سره برا فقعدوا يفكروا ازاي تبقى قريبة من سونج فترة طويلة عشان ينام كويس ويمارس حياته بشكل طبيعي لا انها ممكن تبقى سكرتيرته بس هم شركة نازيها ملهمش في الوصايت فعملوا اعلان مناسب لمؤهلاتها ويجات حضرة الانتروفيو هي ومليون بنت كمان بس البنت اللي جنبها كانت كيوت وعملت ايدها تتقبل عشان اترفضت في كذا شغلينا فكانت صعبانها على لو عشان هي عارفة انها في الاخر هتمشي كوسة او يعني ده اللي كانت فاكريه قبل ما تعرف ان الاتشقار مش سهلة خالص ولما جه دورها هي والبنت اللي جنبها عرضت على البنت تشرب حاجة اصفرة عشان تشوف قدرة تحملها والبنت ما كانتش يلاقي يداعي يعني اللي بيحصل ده فبطلتنا حست انها مترددة وبيجبروها فقالت ما بديهاش وشربت هي فلقيت شقارة عندت معيها عشان لقيتها عاملة فيها محامية زميلتها وقالت لا طب اشرب الازازة كلها يا حلوة فشربتها بالعافية فعلا وبطلنا كان بيتفرج وشايف ده كله عشان كده لما خرجت من المكان واتسطلت من اللي شربته لحقها على طول وطبعا مش محتاجة اقول انها نمت في حضنه فورا وسحيت بعدها مغضودة اول ما شافت كابوس بس لقيت البنت التانية والسكرتير حواليها وقالولها ان الشرب اثر عليها شوية في الوقت اللي كان عم بطلنا فيه بيقنع ويعينها سكرتيرا عشان البنت دي هتساعده كتير وهي كده كده عارفة سره ولازم تفضل تحت عينه فقعدت هي تفكر ازاي تقنعه بيها ولقيت انها وهي في بيتها بدأت تشوف هلاوس من قلة النوم ومخها بقى في البطيخ خالص فراحت لعمه وسكرتيرا وقالت لهم احنا لو اقتحابنا بيته وعملنا له هلاوس كده وكده كأنه يعني بيخرف وجيت انا لمسته مية في المية هيحصل السحر اللي بنا وهينام فقالولها هنصدقك وامرنا لله وجمعها بيته فعلا بس تقفشهم التلاتة من على الباب وبطلنا خلاها تاخد الباب في ايدها وتستنى برا وقعد يهزق اللي اتنين التانيين عشان جابوها لحد بيته فاقنعونها هتنفع ومش هتضر وقالوله خليها جنبك كام يوم وساعتها يمكن تتأكد بنفسك ان وجودها بيعالج ارقك فعلا فما وفقش غرب تلاتيام بس ولو طلعت بتخرف ياريت ما يقابلهاش تاني بس عارفين ايه الغريب يا ولاد انه تاني يوم صحي على نفس الكابوس اللي هي حلمت بيه برضه ازاي ده حصل؟ ما عنديش فكرة بس خلينا معاهم للاخر وهنشوف المهم هي بدأت مهمة اللحظات الحرجة واول خطوة كانت انها وصلت اجتماع مهم بالموتسيكل بتاعها واستنته كمان لحد ما خلص وجد عانتها دي عجبته قوي فقال لها انا كمان لازم اردلك المعروف فقولي عايزة تعملي ايه فقالت له بينا عالسينما وكانت ناوية تدخله فيلم رعب وهو ده كمان يبقى موقف حرج ولحظة عصيبة تخليه نام اول ما تمسك ايده وتقول له خايفة من العفريت بس كراسيهم ما طلعتش جنب بعض اصلا والخطة بازت فقالت ما عليش اخدوا بيت الراعب بازت برضو عشان هي نيتها مش سلكة وفي الوقت اللي خرجوا فيه من المكان كان عمه خارج مع اله ار ولما لما احتهم قال لها اكيد شفت غلط ودول ايه اللي هيمشيهم مع بعض اساسا وخادها يجيبوا هداء للكراش بتاعته اللي هي جميلة وشطرة في شغلها بينكو سين كده هي بس بيستهبل ومكسوفي اعترف لها بمشاعره وبعدها بقى ابطلنا راحوا يشربوا سوا ووضح ان ابننا سونج تقل في الشرب الشوية فقعد يشكرها عشان دخلته السينما بعد سنين كتير قوي ما كانش فاضي فيها من كتر الشغل وبعدين لقاها عملت بصة على اعلام مسابقة كانت مبحلقة فيه في المول برضو وخايفة تشارك لايغم عليها في المسابقة من الارق راح واخد موبايلها وايم مشترك لها عادي خالص وقال لها معاكي اسبوع تبعت لهم في حاجة للفنانة وهي ما كانتش مصدقة انه عمل كده وورطها بس شكلها ما كانتش هتيجغل بالطريقة دي وتاني يوم سحيت له لقيت نفسها نايمة في بنيو حمام وسحي سونج لقابته يضرب يقلب والتحف بتاعته وانتيكاته ولوحاته اللي شاريها من مزادات اوروبا متبهدلة على الاخر فالتنين قاعدوا يفتكروا اللي عملوهم برح لما رجعوا بيته اول ما صحيه ما تخافوش ما حصلش حاجة كده ولا كده بس بالنسبة لسونج هو يا حبيبي كان دلوقتي بدأ يحس باعراض شالل عشان مش فاكر ولا فاهم امت تجنن للدرجة دي مع البنت اللي لسه عارفها من يومين دي بس ما افتكرش غير انهم ناموا اول ما عيونهم جات في عيون بعض ودلوقتي بقى ميسكوا في بعض اول ما تقابله في الشقة هيا تقول له حصل بني ايه انت اتكلم وهو همه كله اللوحة العظيمة اللي بهدلوها مبارح وكمية الخسائر اللي في البيت فهدته كده ودت له كل اللي حالتها وقالت له هقصت لك الخسائر على عشر عشرين سنة بالكتير قوي فخد بطاقتها رهن وقال لها يلا برة وما ترجعيش غير بالفلوس اللي عليك فما كانتش فهمة ما لقفوش كده دي حتى الفلوس بتروح وتيجي في الوقت ده بقى كان هو ميسك طريق الشركة وعمه جاب له دكتورة ممكن يخف على ايدها والمفروض انهم مستنيينه في المكتب بس في السكة لقى له لسه ما تلعتش على الطريق فصعبت عليه ووصلها معا لحد الشركة وهي تاخد توك توك من هناك بقى مش مهم وساعتها لقى السكرتير بيسأله لو كان لسه دايخ فعرفنا انه اتصل بين برح اساسا يجي يسوق بيهم وهم سكرانين اما لقيتش قار فطلعت تعرف زميل بطلتنا في الشغل ولما سألها عن سونج قالت له انت تعرفه اكتر مني بس هو دلوقتي مصاحب لي واحدة شايفة نفسها معرفش على ايه ويومين وهيزهق منها المهم سونج قاعد مع الدكتورة وحكالها على كل اللي بيحصل له معلوم فشافت ان هو والبنت دي مقصرين على بعض ولازم يفضلوا سوا ويعتبروا اللي بينهم دي تجربة لازم تترائب وتتقيم فسمع الكلام وراح لها لحد بيتها وفي ايده عقد وقال لها انت هتبقى المساعدة بتاعتي لمدة سنة وهتعدي مرتب يعيشك مالكة وبالمرة هتقدر تسددي اللي عليك وفوق ده كله هنساعدك تخلصي من القرق فقالت له سيبك من الفلوس بس لو فيها علاج للقرق انا معاك يا معلم ومضت من غير اي تردد واتفقوا يبدأوا بعد بكرة عشان الانسة مشغولة بكرة وفعلا تاني يوم رحت استقالت من شغلها في الكافيه وقالت لزميلها اللي هو في نفس الوقت صاحب المكان انها لقيت شغل احسن ووقت ما يحتاجها هيلاقيها عشان تروح الشركة تاني يوم وتقعد مع الدكتورة اللي بتتبع حالتها هي وسونج ويتفقوا انها هتشتغل هنا في الشركة وكمان هتعيش معاه في بيته كل ده هي توقعته عادي بس ما توقعتش انها بعدها على طول تلاقي زميلها ده داخل عليها الشركة ويطلع اكبر مساهم هناك وهي كل ده مفكره شاب بمكافح من الكاتحين طلعت هي اللي كادحها الوحيدة في المسلسل ده بالليل بقى لما قطلنا وصلوا بيته زميلها ده كلمها يتعشى معاها فقالت له انها مش في بيتها وما كانتش عارفة تخلص منه ازاي فسونج طلع صوت واحرجها فقفلت على طول قبل ما الحوار يتكشف وبدأوا يجربوا يناموا على سرير واحد ويمسكوا ايد بعد زي ما الدكتورة قالت فقالق ما نمها تعبان لقيته بيتمشى في القوضة بس طلعت تعبان الاليف بتاعه اه هو بيربي تعبين بدل الكلاب عادي ورغم خوفها من التعبان فدلوا الاتنين صحين برضو رغم ان ده موقف عصيب ورحوا الشركة بخبيتهم لعمه اللي قال لهم لازم يجربوا الموضوع كل يوم لحد ما يناموا وبعدها بقى زميلها بيجي يدي دعوة حفلة لسونج ووضح انها مناسبة خاصة بالشركة تب يبعت للوسكر تيرتو بفساتين جندا وميكاب عشان تيجي الحفلة بس يومها هو سبق وفيد الوقف مع الـ HR وباباها اللي دخلت الحفلة بفستانها الأبيض وزهلته فخليها تأنججه ودخلت معا الحفلة بشكل رسمي جدا قدام الناس وعرفها كمان على مدربة الموسيقى هتساعدها عشان تكسب المسابقة وده عصب الـ HR لدرجة انها راحت رشتها بالمية بكل بجاحة وقالت له بقت سيبني عشان دي فقام واخد ديه ومشي من الحفلة خالص وخدها وقعدوا على النيل بتاعهم في الصين فحكيت له انها مش عايزة حاجة غير انها تقف تعزف على المسرح من غير قلق وترجع لأيامها زمان قبل لعنة القرق فبعدها يستعيدها وعرفها ان الـ HR لسه ما تخلصتش من حب الطفولة وعايشة هي كمان في أيام زمان فيارد تتعامل كأن ما حصلش حاجة وعشان يقفل القعدة حلوة بقى جاب لها تشله جديد وخلها تعمله حفلة عديق كده وهم قاعدين ووضح كده ان أستاذ سونج ما عندوش وقت يضيعه فادها واحدة نشاكلي هحبك شلتها عن الحركة تمامة وكان عندها أمل يبوسها والله بس اللي اتنين نعصوا مرة واحدة وفضلوا نايمين مكانهم لحد ما واحدة صحتهم فكل واحد كان شاكك ان اللي كان على وشك يحصل ده هو أكبر لحظة حرجة عشان كده نايمو وحاولوا يتهربوا من الموضوع لحد تاني يوم لما رحوا الشركة وساعتها زميلها كان مرائبها من بعيد وهيموتوا يسألها ايه علاقتها بسونج لانه شافهم في الحفلة مبارح فلقيتش قرق افشيته وقالت له شكلك بتحبها وتعال يا حبيبي جنب اختك أما سونج فرح لها وفي ايده فايلات كده وقال لها وارد جدا يكون تطور المشاعر اللي حصل بنا هو اللي نايمنا مبارح فاحنا محتاجين نذاكر ونعرف ايه اللي بيحصل وهنا كانت هتتهور وتبوس وهي مع ان الراجل معا فايلات والله ويقصد يذاكره نظري فاتحرجت عشان شكلها كده متصربعة على العمل والمسلسل لست في اوله يعني وبعدها شرح لها الموضوع للمرة المليون وانهم لازم يتعرضوا سوى المواقف تخلي ضربات قلبهم تبقى سريعة فاتفقوا يخرجوا سوى بعد الشغل وهو كان ندمان سيكا انه ضيع على نفسه التجربة العملي اصل نظر ايه وبتاع ايه المهم خدها وراحوا السينما والمراضي كانوا لوحدهم فقال يجرب يقرب منها شوية ويتابع الحزازات اللي لابسينها واللي بتقص ضربات قلبهم فلا انه ما حصلش حاجة طب يشرب معاها كله اتخضت وحصل زي ما انتوا شايفين كده تفتها عليه والراجل ما بقاش عارف امتى تيجي اللحظة الحرجة اللي تخلي قلبهم يدق فقال يستنى للعشق بس ما تهنوش بيه ولقوا الاتشقار وزميلها بيقولولهم ياه على الصدف وراحوا تعاشوا معاهم طبعا هي مش صدفة والاتشقار عارفت انه حاجز المطعم وطبت عليه هي والتاني عشان في الاخر كل واحد يفوز باللي بيحبه واستنت الرجالة تقوم ومسكت بنتنا قالت لها انا عارفة ان عندك قرق عشان كده لازقل سونج اتمنه يعني مدير الشركة اللي عامل تجربة القرق يعني من الاخر انت انسان استغلالية اما زميلها فاستفرت ببطنة وسألوا لو كان بيحب له فقال له ايوة بحبها ومن غير ما يتردت لحظة وبعدها قطلنا سابوهم ومشو وهم في العربية سونج قرر يعترف بمشاعره بصراحة اكتر وقال لانا فعلا بحبك وقال فيها اشعار بقى بحبك لما بتتحكي وبحبك وانتز علينا وبحبك في العموم والحزازة اللي بتنور كل ما قال بيدق مش بتنور غلما بشوفك على عكس حززتك فقالت له ان حززتها هي كمان كانت منورة لما فكرت فيه يعني من الاخر القلوب عند بعضها وهي كمان بتحبه فبرضو جي يبصها انا مهمة اللي اتنين فغمضة عين وتاني يوم صحي سعيد وعنده طاقة المرتبطين جديد وخده راحه يقنعه كلينت مهم يشتغل معهم والراجل كان منشف دماغه قوي لحد ما هي استخدمت زكائها وقالت له حل عجبه ووافق فعلا يشتغل مع سونج فجوم يحضنه بعض لقوا الحززات بتنور فقالوا لأ مش هننم في الشارع وكتفوا بهاي فايف بس الموضوع دلوقتي بقى معكوس يعني ايه مرتبطين ومش عارفين يحضنه بعض عشان لو ده حصل هينامه الآية قلبت وبدل ما كانوا بيدوروا على طريقة نايمهم بقى بيدوروا على طريقة تخليهم يفضلوا صحيين لدرجة ان سونج بقى يعمل تجارب على الموظفين عشان يدور على احسن طريقة يفضل صحي بيها وهي كمان حطت قطرة معينة تخليها تفضل صحية والمراضي قدر يبصها فعلا ودي تفاصيل في العادة مش مهم بس المراضي كله في سياق الدراما عشان ما كانش محظوظ كفاية برضو والتنين ناموا بعدها على طول وما قدروش يفضلوا صحيين وسحيوا متأخرين على اجتماع الكلاينت كمان عشان كده الراجل مجاش والعقد مطمضاش والمجلس هزق سونج فرحوله تاني يقولوله حقك علينا ويلا نمدي العقد فقال لهم مش ماضي غير لو سونج دخل مصابئة رأس ودي له فورم الاشتراك هو طبعا كان رزم قوي على انه يروح يرقص يعني بس ما هو يا كده يا صفقة بوز وبعدها لقى دكتورته بتكلمه وطلع اساسا الراجل ده مديرها وعارف عن حوار الارك وتجربته وشايف ان ده المصلحته فالدكتورة قالت له نفذ اللي يقولك عليه لانه دايما صح فراح تدرب فعلا لحد معاد المسابقة فلما لو خدت الراجل وجوم يتفرجه ادها الصدمة تمام وقال لها ندتكو فورم غلط اصلا دي استمرت مراتي ومش ده الشرط اللي عندي انا كنت عايزة نفسكو في بابجي عادي وكده منينا رأس على الفاضي بس الحقيقة اداءه كان هايل ولو هي اللي استلمت شفت الالعاب وكان المفروض تكسب الراجل عشان يتكرم عليهم ويمدي العقد وفعلا كثبته وراح لمجلس الادارة بالعقد وكلهم كانوا فخرين بي جدا اما الـ HR في هي وزميل لو قعدوا مش طيقين نفسهم في البار وقالت له ان لازم يخلصها من لو اللي وقفة في طريق سعادتها قال يعني لو ما كانتش موجودة كان سنجة هيحبها المهم بطلنا بالليل عرفها انه صورها لما عزفته وخدت الفيديو ده وبعتته للناس بتوع المسابقة وقبلها تشترك ففرحت قوي انه مؤمن بموهدتها وعايزها تنجح وما كانتش متوقع ان يبطها على غفلة فاستغربت انهم لسه صحيين ومناموش فقاله يمكن عشان ما كانتش مركزة ولا مخاة مستعد فجربوا تاني عشان يشوفوا هيناموا ولا لأ وناموا فعلا بعدها وسحيوا فيقين فقال لها تعمل حسابها انه هيخرجها بالليل وساعتها كانت الHR افشت ان الاتنين دول عايشين سوا فعموا غطوا على الموضوع وقالهم انهم بيجربوا تجربة قرق بس الكلام ده ما دخلش دماغها وبعتت واحدة رائب كل تحرجات سونج فشفيته لما خد لوف شارع فاضي وعمل لها بابلز وقال لها ساعتها انه بيحبها وانه فرحان جدا عشان جالوا قرق وإلا ما كانش قابلها حس حبهم سريع شوية بس هاحسن من السلاح في زميله في المسلسلات التانية وطبعا مش محتاجة اقول ان البنت اللي بترقبهم صورت لحظتهم الرومانسية قوي دي وبعتتها للHR وفي يوم زميلها راح لها بدعوة حفلة العازفة بتحبها قوي بس على ما وصلت هناك كان سونج مستنيها وقال لزميلها بعد اذنك هتيجي معايا فهو كان متعصب جدا والله هو تروح معاك بصفة تكميني يعني بس بطلتنا اخترت تروح معايا واعتذرت لزميلها عشان ياخدها بعد كده ويعرف على العازفة زي ما كانت بتتمنى لحد ما جيه يوم المسابقة وساعتها حضر هو وزميلها والHR وعرفهم ساعتها انها حبيبته بس لما جيه معادي العرض ما طلعتش على المسرح ولا حد كان عارف هي فين فهي وزميلها تفرق وكل واحد بقى يدور عليها في حتة لحد ما راجع الكاميرات وعرف انها محبوسة في المغزن ودي طبعا كانت خطة استدراج من الHR وبالتالي شطبوها من المسابقة وخسرت الفرصة بس سينجز جود سونج لحقها وانقاذها وقال لها انك جيات اكتر وفي الف مسابقة غيرها ممكن تشارك فيها وكده كده هو معاها لحد ما تنجح وتحقق حلمها وبعدها بقى ابطلنا دوروا ورا الموضوع وعرف ان دي عمال الHR فرح حزقها وقال لها حتى لو كان في احتمال حبك مستحيل افكر في جد الوقت بعد ما اكتشفت انك انسانة شريرة وحقودة فرح اتعيطت لأبوها وقالت له سونج بيحب واحدة غيري فقال لها ولا يهمك يا حبيبك بابا انا هجوزه لك مهما حصل وراح بعد كده اشتاكل بابا منه فاتصل بيه وقاعد معلوه وقال له هتتجاوز الHR غزب عنك فقفل السكة ومرديش يقول لها انه كان بيكلم بابا رغم انه ايله في التليفون ايوة يا بابا واسمحول يقول ان علاقته بايزة بابا عشان حرمه من صور مامته لما ماتت وكان قاسي عليه بس هي فهمت انه كان بيكلم بابا وفضلت معاه الحد ما قال لها انه فقط ذكريات سعيدة بسببه فدعت ان كل ذكرياته السعيدة ترجع له تاني وتاني يوم راح قابل بابا لما طلبه يزوره فجأة وقال له زي ما اتفقنا مبارح انك لازم تتجاوز الHR عشان ابوها راجل تقيل في المجتمع ومحتاجين دعمه فسونجا قال له انا جيت لك عشان النهاردة سنوية ماما اللي انت حرمتني منها ده لو كنت يعني لسه فاكرها فقال له مش اطلع برا وانا غلطان ان جبتك عشان تفتحلي السيرة دي فس الراجل لما بقى الواحده طلع طوكة المرحومة وقعدي يكلمها ويقول انه عمل كده عشان مصلحة ابنه والحمد لله انه ناسي كل حاجة وبعدها بقى رجع البيت لقى الوم طلعه صندوق كده طلع بتاع مامته فاخده منها بسرعة وطلع على قطه وفدل يفتكر ذكرياته معاها ويعتذر انه محماش الصندوق كويس وبعدين مامتها كلمتها عزمتها على العشا في مكان برا هي وباباها ولما وصلت لقتهم بيكلموها عن الجواز ويلا شدي حيلك وخش علينا بسعيد الحظ فهب لقت زميلها جاي على العشا وشكل كده مامتها عزمته من وراها وعايزة تخلي سعيد الحظ فالتنين قعدوا ساوى عادي وفدلوا نقر ونقر شوية بس كان عادة البنت اللي مقجرها لقتشقار صورتهم وبعتت السور لبطنة اللي راح الهنك فورا عشان يشوفها يا سايبة ولا ايه عشان تهيه معاه بس على ما راح كان التاني بيعترف لها بحبه فقال له ايدك لا توحشك وانا حبيبها ومش عايز قلق هنا وخدها وراح على مطعم تاني وهناك قابلوا باباها صدفة وعرفته ان حبيبها فشافه وقعد معي وقال لها يا زين ما اخترت يا بنتي وبعدها قالت له استأذنك يا بابا وخدت سونجي واتصلت بالسكرتير يجي يوصلهم عشان سكر منها جامد وعلى ما وصلوا البيت وقعدوا على الكنبة قال لها انه بعد النهاردة قرر انه هيفتح لها قلبه وياخدها يخليها تزور ممتو وهوب ناموا مرة واحدة والبنت اللي بيترائبهم صورتهم منزلت صورتهم على النت بكابشن شاهد قبل الحزف قال عشق الممنوع بين المديرة والسكرتيرا حصريا على موقع في دي حب جلاجل فابو الاتش ار جي عمل مشاكل في الشركة وقال مدير كل مصون راح يحب لي السكرتيرا ويسوق سمعة الشركة وانا رافض دا تماما ومن غير مع السلامة والاتش ار كانت غضبانة برضو فعمو قال لها ان سونج ولو بينهم رابط مميز وما يقدرش يشرح لها حاجة دلوقتي فقالت له ما تتعبش نفسك وانا هاعرف لوحده وبعدها على طول ابطانة كانوا عرفوا بالله حصل وهو طلع على الشركة وهي فضلت في البيت بس لما صاحبتها السكرتيرا كلمتها تشوفها عاملة ايه بعد الاخبار دي فاجأة الباب رامل وقامت تشوف مين وفورا صاحبتها سمعت سرخة وجرية بلغت سونج ان بنتنا في خطر فرجعتاني طيرانة على البيت وما لقاش هناك غير موبايلها المكسور والله واعلم هي راحت فين بس حرته دي ما استمرتش كتير لانه لقاها بتكلمه من موبايل زميلها وعرف انها في الكافي بتاعه لان اللي خبطوا عليها دول صحفيين وبالصدفة كان معدي انقذع منهم قبل ما يصدعوها في الوقت دا اللي اتنين كانوا في الكافي وفضلت له تفتكر ايام زمال لما بدأت شغل معاه فما هنشعليها العشرة وقالت له انا مش عايزة الحب والحوارات دي تبوث صدقتنا فقبل ما يرد كان بطلنا وصل على البيب فالتاني قال لها تروح معاي وما تشلش هام مشاعره اما ابطلنا فراحل الدكتورة بتاعتهم تتابع نتاج التجربة وقالت حاجة خطيرة جدا وهي ان لو الاتنين فضلوا يلمسوا بعض كتير ويناموا لو ممكن تبقى الاميرة النائمة واتنام للأبد فمعليش يا شباب نقلل تلامس حتى لو هتصهره شوية وكامل اعتذر للحب واللي بيحبه فسونج سمع الكلام وما قالش حاجة لبطلتنا رغم انه كان حزين جدا عشان عايز يحضنها ومش عارف وهي صحي التاني يوم لقيته راح الشركة فحست ان وجودها معاي عامل له مشاكل بس المشاكل الحقيقية كانت مع الـ HR لانه لما وجهها الناهية اللي نشرت الصورة قالت له الظلم وواحش وتعصبت انه بيدافع عن له بعد كل ده وبدل ما كانت رايحة توريه الفايل اللي فيه كل تفاصيل حياة لو خدته معها تاني وهي بترمي من ايه ده هتفتح وشافت صورة لو هي صغيرة مع سونج وهو صغير الله يعني اللي اتنين دول عارفين بعد من صغرهم ومن اكاديمية الموسيقى وده المسلسل السنة التماني المهم هي معرفتش تروح بالسور لمين فرحت لعمه تسأله ليه لو معاه في الصورة فقال لها ولا عمري شفتها وإحنا صغيرين ده اسكت لا ازاي ودي تيجي رحت نقلت الخبر لزميل لو بلا هدف كده عشان تصير الجدل اما بنتنا فكانت قاعدة في سريرها بتفكر ليه صونجة غايب عن البيت وقاعد في الشركة بقاله 3 ايام وقالت يمكن الشغل كتير فعملت اكله ورحت له بيه والسوق حظه وحظها سمعت السكرتير بيسأله لو كان زهق منها فرمت الاكل وجريت وده خلاه يستنتج انها جت وسمعت فطر على البيت عشان يقول لها انها فاهم غلط قامت زققه على الارض زققه كانت هتفتح له دماغه وفين وفين على مفاهمها الحكاية وانه بيبعد عشان خايف عليها تنام للابد فقالت له انا كبيرة وعقلة وقرار البعد ده كان لازم تشاركني فيه وما تسيبنيش لدماغي بس عموما يعني خلينا نبقى سوا في الحلوة والمرة ويا سيدي نقلل شوية تلامس مش حوار بس ما تبعدش عني وهو وعدها انه مش هيبعد تاني عارفين بقى المشكلة فين دلوقتي فعمو اللي كان عايز الدكتورة تعالج ابن اخول واحده ويتسيب له الغلبانة فريسة للارق بس لما لقى شكل وحش قدامها قالها انه بيقول كده من عشم وعشن سونج ده استغنن بتاع العيلة وبمناسبة استغنن فخلاص كان قرر يكمل حياته معايها وقال لها تحدد له معاد مع اهلها عشان يجيب اهله ويجي يطلبه اديها وكلنا نبرك ونهني مش متأكدة ان ابوها يجي معاه في الطلعة دي عشان الحاجة قفش اول ما قال انه هيتجاوز ورح لعمه يشوف اصل وفصل البنت اللي ابنه عايز تجاوزها فورله عقد تجربة القرق وطبعا الرجل اتصدم وقال لها يمكن ابني يتجاوز واحدة تعمل اي حاجة عشان الفلوس ومش محتاجة اقول انه مجاش العزومة ان المفروض يقابل فيها اهل العروسة وبعت الجرسون يقول لهم البشاك كبير بيعتزل عشان طالع دهب مع صحابه فحرك بطلنا قدام اهل البنت وبنلك كل انه مش موافق على الجوازة فرح له يتخانق معاه وقال له مش اسلوب ده تعملني بيه بابا قدامنا سايبي فقال له الكلمة دي تنساها والبنت دي كمان تنساها عشان انا مش هجاوزك لوحدة مضيع معاك عقد مقابل وفي نفس الوقت اهلها كانوا بيقولولها انهم مش هيوافق على الجوازة مدام ابو العريس مش عايز يناسبهم فقعدت محبطة لحد ما لقيت بطلنا تحت شباكها وبيقول لها ان بابا رافض عشان العقد وفاهم غلط مش اكتر بس حتى لو فيد المنشف دماغه هيتجوزها يعني هيتجوزها ووعدوا ليها واسراروا عليها كانوا مدينها سكة كبيرة قوي فقعدت تتحال على مامتها تقنع باباها يدوا الولد فرصة تانية وفعلا جالهم البيت تاني بس قبل ما يقولوا اي حاجة كان ابوه بعت لابوها العقد فالراجل كان هيطقله عرق وهو بيقرأ ان بنته بتنمجن براجل غريب على سرير واحد فتقوله يا بابا دا نون بريق ام ترضو حبسها واي اللاها مفيش خروج والولد دا تنسي خالص فشرحت لهم ان عندها ارق وان وجودهم سوا بينييمهم فصعبت على مامتها لما الست شافتها بتكلمه فيديو كول عشان مش عارفة تنام واقنعت جزها يديله فرصة ويروح للشرطة ورح عشان يقابله لا انيسة صفار الاتشا ار بتقوله خلي بنتك تبعد عن خطشيبي فاتحرج ومشي قبل ما يقابله ودخل على لو قضيتها لقها بتكلمه فسحب الموبايل وقال لها بنتي ما تكلمش راجل خاطب فصدمها بكلامه وسبها بتسأل نفسها خاطب ازاي واللي اتنين عينوا اليوم دا لحد ما نامه دا غير ان الكابوس اياه ما سبهمش وبطنة راح الشركة تعبان ومصدع ومش عارف يشتغل خالص من قلة النوم فرح حكى لزميلها الحكاية كلها وهو ربط الاحداث ولقى ان لو بدأت نام فعلا من بعد ما قابلته فصدقه كان مستعد يساعده وخدها وراحوا قابلها في مكان وهي طبعا ما كانتش مصدقة عنيها اول ما شافته فاول ما جيه يمسك ايديها قالت له هوب 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 كده هناخد قيلولة في الشارع الناس هتقول علينا ايه بس الحلو ان يزميلها سابهم سوا وراحوا هم على شاقتها اللي كانت عايشة فيها مع صاحبتها ويا حبيبي كان بيفكر مجرد تفكير انه يمسك ايديها ام الحاج طابب عليهم فجريت خبته لبسته لبس صاحبتها عشان لو ابوها دخل يلاقيه لبستوكا وعمل فيها باربي بس الراجل افاشهم واسبت لهم انه معلم كبير فزي ما انتو شايفين بطن قعد قدامه بالرداء البنبي وقال له صحيح علاقتنا بدأت بسبب القرق بس انا بحب بنتك يا عمي وعندي استعدادة تجوزها ونفز لها كل طلباتها فابوها حس انه بيشتري راجل وقال لهم طب وروني بتنامو ازاي فجأة فوروه فعلا والراجل ما كانش مسدق عينيه اول ما لقاهم بيشخروا مرة واحدة عشان كده لما مامتها قالت له فكاها عليهم يحج وخليهم يناموا لحسن مخاهم يفوت الراجل سمع الكلام غصب عنه وقال له زوء اليوم اما اله اتشقار فسرقت داتا عن حالة ابطنة وما ظنش نيتها خير خالص ابطنة بقى في الوقت ده كانوا رايحين فندق وما كانوش عارفين ان باباها ومامتها في العربية اللي وراها بس كويس انهم كانوا وراهم عشان عربية سون جعتلت على الطريق وهم لحقوهم وراحوا كلهم الفندق وطبعا الرجالة قاعدوا في قوضة والستات في قوضة بس ابطنة تسحبوا قبل بعض ومامتها سمعتها وهي بتقول له انها حس بالامان معي رغم ان موضوع القرق ده كله خطير بس كفاية عليها النوم سوا وهو كمان وعادة يشرح لبابا سوء الفهم اللي حصل اول ما يرجعه فوضح كده ان مامتها حكت لباباها فالراجل رضي عنه وفق يسيبهم في الفندق ويمشوا وقال لبطنة يحط بنته في عينيه فخدها وديها عند شجر الامنيات اللي كان بيروحوا مع امامته وهي حست انه متأثر بس ما حبيتش تتحشر وتسأل وبعدين لما بتاع مراكب عرض عليهم يركبه اللي اتنين رفضوا وقالوا انهم ما بيرتحوش لا للمراكب ولا للبحر فقال لها انا كده كده عملك مفاجأة وخدها عمل لها كان بعد داية كده ونوروا بانوار حلوة وبدأ يقرأ اعتراف رومانسي من ورقة ففهمت انه سأل شات جي بي تي اعترف ازاي وبصمج الرد وخدت الورقة قريتها لقيته بيعرض عليها الجواز فاتصدمت شوية كده وبعدين لقيته بيقولها انها غيرت حياته من يوم ما شافها على السطح وعايز يتجوزها ويكمل بقى حياته معاها فوافقت من غير ترده بس يا روح ملحقش يلبسها الخاتم عشان فرحتهم وحمسهم اثروا على اعصابهم وغلبهم النوم في اللحظة الحرجة قوي دي بس للأسف مشكلتهم اكبر بكتير من كده وهي انهم فضلوا نيمين مكانهم 30 ساعة بحالهم واهاليهم قلبوا الدنيا عليهم لحد ما لقوهم وكانوا قلقانين عليهم جدا عشان ده ممكن يوصلنا لسكة النوم الابد اللي احنا خايفين منها بس رغم كده بطنة راح قال لي بابا انه خلاص قرر وهيتجوز له ولما لقى رافض قال له انت لعمرك اهتمت بيا ولا بماما فمش هخليك تتحكم فييا ولا في ساعت فالراجل قال اه قال بيه ونقله على المستشفى على طول وهنا بقى بنتنا فاجئته لانها فضلت وقفة معاك كل جدعانة وكانت بيستنى يروح الشغل وتروح هي البابا تأكله وتشربه وترغي معاه كمان وتلعب شطراج فبطنة عارف من ممرضة انه لوش هيلفعنيها وطبعا كبرت في نظره قوي وبعدها بابا قال لها انه مش هيلقي لابنه عروسة احسن منها وزبط علاقاته بسونج وقال له انه مستعد يقعد مع اهل لو وفيدل يوصي ياخد باله من نفسه لحد ما يتعالج من القرق ده ده غير انه عرف الـ HR من تحت لتحت ان ابنه خلاص لقى صاحبة النصيب وما اقول له كوشو الشاه كان عامل ازاي لما كبسها وقال لها عقبالك اما ابننا زينة شباب المسلسلات عارف من الدكتورة انه مدام درجة الحرارة قليلة والدنيا برد مهما حصل بينهم مش هيناموا فقال مفيش احلى من كده وقت يبديها في الخاتم اللي ملحقش يلبسه لها اخر مرة فاخدها في مكان جميل بينزل تلج وحرارته قليلة والمراضي يتقدم بشكل احسن واخيرا حضنوا بعض زي الناس عادي من غير ما يغفلوهم ساعتين لحد هنا حلو اللي مش حلو بقى انه لما جمع ابوه اهلها الطرفين اتخضوا اول ما شافوا بعض واهلها بصوا الابو من فوق لتحت كده وقالولو الناس ابدا ما يشرفوناش وجروا بنتهم وراهم ومشيوا بس شكل كده الموضوع بينهم كبير وقديم اما لقيت شقور فأجرت واحد جاب لها معلومات قديمة عرفت منها ان ام سونج غرقت وهي بطنج السونج ولو من البحيرة زمان ودي كانت صدمة كبيرة ليها بس الغريب ان اللي أجرته دا كان مزقوق عليها من حد معرفش هو مين عشان اتصل بلغوا ان المعلومات معايها وكله في السليم اهالي العرسان بقى حلفوا ان الجوازة مش هتكمل هي اهلها قالوا لها الجدع دا لو مفيش غيره في الدنيا مش هتتجوزي وهو ابو قال له نفس الكلام فقال له لا يا بابا مش هتجوز غيرها فابو قال له جبتوا لنفسك وام تدي له صدمة صاحقة وقال له طب على فكرة بقى مامتك ماتت بسبب البنت دي وطلع ان لو كانت عند البحيرة دي وقالت لسونج اركب معها المركب وحصل اللي حصل بس لو بتسألوا ايه علاقتهم ببعض فخلينو اعرفكم ان مامتو كانت مدرسة الموسيقى بتاعتها نرجع بقى الموضوعنا وهو ان بطنة فقد الزاكرة من بعدها وافتكر ان مامتو ماتت في حدثة عربية مش وهي بتنقذه عشان كده بابا لما شاف اهلها قلبه عليه المواجع وافتكر خنقتهم على العيلة دي في المستشفى زمان فبطنة لما عارف الحوار دا دماغه صدعت والذكريات اللي كان نسيها رجعت في دماغه تاني وكل دا كان تقيل عليه قوي اما لو فقعدت تتصل بقريبها لحد ولاد عم ابوها عشان تسألهم لو كان في عداوة بين اهلها وابو سونج بس محدش ادعى وقاد نافع فقالت تروح لبطنة الشركة تشوفه ما بيردش على تليفوناتها ليه وملقتهش هناك وقلقت عليه فزميلها ولقيت شقار رحوله بيته لقوه قاعد بيشرب وحالته حالة فزميلها زعقله وقال له بقى انت قاعد هنا ولو هتموت من القلق عليك رحت لقيت شقار ميدياله خبر موت مامته في الجرايط فاتصدم لما عارف اللي حصر وازاي القدر ممكن يكون بيجمعهم تاني فراح يعرف الحكاية من ابو لو والغريب ان الراجل مش مقتنع ان بنته هي اللي حردت سونج يركبه القارب عشان هادية وما يطلعش منها الافكار دي واساسا جالها تروما من اللي حصل وفقدت كل ذكريات عن الموضوع زي سونج بالزبط في الوقت ده بقى هممتها كانت رحت له وقالت له لازم تسيب بنتي في وقتها زميلها كان معاها وهي بتحكيله ان سونج مش مظبوط وبيتهرب منها سونج شخصيا اتصل بي وقال له حبيبتي فامنتك عشان انا مضطر اسيبها فقفل معا وما جاب لهاش سيرة عشان ما تقعش منه بس الحقيقة يا ولاد ان هو ما كانش عايز يسيبها رغم ده كله ومامتها هي اللي فضلت تضغط عليه وقالت له بنتي لو عرفت ان مامتك ماتت بسببها مش هتسمح نفسها فبعد عنها من دلوقتي احسن فقعد يتمرا ويطلع طاقة احسن ما يمسك راسه يخبطع في الحيطة من حصرته وهي قعدة في كافية مع زميلها لقيت خبر بيقول ان سونج راح ديت مع بنت راجل غني فلسه زميلها هاي وسيها لقاها بتقول الخبر فيه كياسته وتلقى اعمل فيلم عشان يراضي ابو المعترض وإلا ما كانش فيد اللبس خاتم خطبتنا وانا عموما وثقى في حبيبي فانا وزميلها ما بقيناش عارفين نقول لها ايه والله وحتى سونج ما بقاش عارف يرد على رسائلها ومحرج منها وهي بعتله انها وثقى فيه وبالليل بقى الكوابيس ما ثابتش الاتنين هو حلم بمامته وهي بتغرق وهي حلم الدولة صغير شكله مش غريب عليها وتاني يوم لقاها مستنياة عند بيته بتسأله لو كانت عملت حاجة دايقته عشان مش معقول يهرب منها بالشكل ده هو بقى مش يلم الليلة لا قال لها احنا ما ننفعش البعض وانا محتاج اخطب واحدة تعاليني في شغلي وانسى كل اللي كان بني عشان انا رجعت العقلي بس لو في يوم ما عرفتيش تنامي بابي مفتوح لك لما خطبت تنام وهنا بقى ياولاد سبحان من صبر له وما خليهاش ترزعه قلم على وشه عشان يستاهل بصراحة ومشاها من عنده ودموعها على خدها لحد ما الدكتورة كلمتها قالت لها تجيلها فورا عشان لقيت طريقة علاج بالتنويم المغناطيسي فرحت لها وقالت لها انتو اللي اتنين بينك وكابوس مشترك جايز جدا يكون هو السبب في القرق وعلى فكرة ياولو حبيب القلب لسه بيحبك وفكك من كلام النت ده عشان حركة مشاعره تجاهك لسه ظهر زي مهي يعني لحب فريدة ولا سميرة وليسه بيحبك انت عادي وكلام الدكتورة برد نارها شوية وخليها عايزة تعرف هو متغير معها ليه فرحت له الشركة لقت الـ HR في وشها بتقول لها انها بكحة قوي وجاية لحد هنا فما دام سونج مش عايز يكسفها هي هتكسفها وتديها خبر مش هيعجبها خالص فاول ما بطلنا عارف من سيكريبتيرته انها راحت مكتب الـ HR جيري ينقذ الموقف بس كان فات المعاد والـ HR قالت لبطلتنا كل حاجة عن حادثة مامته فلما شافيته ما قدرتش تنطق بكلمة ولا حتى تواجهه ورحت تواجه اهلها وتسألهم لو ده السبب اللي خلهم يرفضوا الجوازة واول ما اكدولها اللي حصل تلعت تشتكل البحر وامواجه فسبحان الله لقيته هناك عشان هو شط واحد في الصين كلها وقال لا انا مش بلومك على حاجة وفي كل الاحوال انتي كنت طفلة فقالت له انا اهلي كان عندهم حق لما خافوا علي عشان لو فدلت معاك هفضل فكرة ان مامتك ماتت بسببي وقامت رمية الخاتم على الرملة والبحر بلعه ثواني بقى سبها يا سونج عشان محد شير من نعمة ربنا كده ده في جوازات بتوقف على بيكو استنوا بس اذا انا كنت بهذر والله وهو خد الموضوع جد واول ما مشت فدل زي المجنون يدور على الخاتم في البحر وفجأة ظهرت الـ HR وحاولت تهندله وتقول له خل رجع من حياتك هي والخاتم بس هو كان شايف انها راحت منه فجأة زي ما الخاتم برضو اختفى فجأة وكل حاجة بيحبها ضعت منه وهي كمان فضلت تعيط لمامتها عشان مش عايزة تسيبه بس خايفة يجي يوم يكرهها فيه فمامتها تبطبت عليها وقالت لها انها مش مصدقة ان هي اللي اقترحت عليه اركابه المركب لان دي مش شخصيتها خالص وبعيدا عن الموضوع ده خلينا اقول لكم اللي اتنين ما نموش اليوم ده خالص وبطنة راح اجتماعه المهم مش نايم ومبهدل لدرجة انه لابس جازمة لون ولون وهي كمان اهلها خافوا عليها عشان لقوها رجعت تاني ما تنامش ده غير انها جالها هلاوس وهي في السينما مع صاحبتها شافت بتاع الفشار حبيبها ووضعها بقى ما يصرش قوي ففي الاجتماع زميلها وصلوا فيديو لها من صاحبتها وهي بتكلم بتاع الفشار على انه سونج وهو نفسه لاحز ان سونج تايه قوي في الاجتماع فاستنى عند بيته بعد ما روح وورى الفيديو وقال له شوف بتحبك ازاي وانت كمان بتحبها وما ينفعش تتخله عن بعض عشان حاجات قديمة ولازم تتمسكه بحبكه رغم كل الظروف فسمع كلامه وجري يروح لها بس كان هيغبط متسكل امد البنت اللي سايق ايه عربيته وركب هو المتسكل بس ما شاء الله ما لاحقش يمشي خطوتين بيه وعمل حد سراح فيها المستشفى على طول وفتح حينه على لو قدامه وهم بينقلوه بس فق خالص بعد 3 ايام ولقى الـ HR هي اللي قاعدة جنبه وسألها لو كانت هي اللي فضلت معايته للـ 3 ايام تب نرجع معاها فلاش باك وبالله ان بطالتنا هي اللي كانت قاعدة معاه وهي الوحيدة اللي ما كانش بيتقلم وهي قاعدة جنبه فالـ HR اتقصرت بأثر حبهم عليهم وقالت للو انها استسلمت وحبهم هو اللي انتصر بس بنتنا فاجئتها لما قالت لها انها هتمشي ويا ريت ما تبلغجي صونج ان هي اللي كانت معاه لانها ما تنسبهوش ولا ينفع تبقى معاه بس الـ HR قالت له على طول ان لو هي اللي كانت معاه وقالت محدش يقول له حاجة ووضح ان الـ HR بقت انسانة جديدة وكررت تعترف انها محبتش صونج على قد محبة كلام الناس عنهم وانهم لايقين على بعض فابننا ما صدق يبعت لها رسالة يقول لها انها وحشيته فلاقاها عاملالو بلوك كأنها عايزة تخرجه من حياتها خالص بس رغم كده كانت طول ما هي بتتمرن على العصف بتفتكر ان زميلها كان مكلمها وفتح سبيكر لما صونجي كان بيتكلم عنها وبيقول انه خايف يرجع لها لتلوم نفسها وفي الوقت ده كان بطنة بيشكر عامه انه مسك الشركة مكانه لما كان في المستشفى فلاقا بيقوله انه هو وابوه لقوله برنامج عليك حلو للقرق بس هيبقى فيه لوحده من غير لهم فقال له شكرا مش عايز عشان انا ما عنديش استعدادة تعالج من غيرها عشان كده سمع كلام الدكتورة لما طلبتهم هم اللي اتنين وقالت لهم لو اتروا ما جاي لكم من يوم الحادثة فلازم تروحوا تعيدوا نفس اللي حصل وواحدة واحدة هتفتكروا وفعلا بدقوا يفتكروا حاجات بس عامه كان بيرائبهم ومش عاجبوا اللي بيحصل خالص ولما رجع بيته حلم بيهم جايين بيته بيقولوله ان الست ماتت بسببه وانه هو اللي عرف الكل ان له السبب زمان مع ان محدش السبب في موتها غيره لانه شافها بتغرق ومحاولش يعمل حاجة والكابوس ده كان وحش قوي واول مصحي منه راح لصورتها اللي متعلقة في قطه وقال لها ترحمه شوية بدل بها بتطلع له في حلمه كل ليلة وتسامحه عشان ما ينفعش حد يعرف اللي حصل وإلا هينبزوه ويطردوه من العيلة فعمل ايه بقى الاستاذ طلع اشياء ان الدكتورة صربت بيانات عن دواء الارك وهربت وده معناه ان ما فيش تجربة اارك وكده ما بقاش في حد يساعد قطن غير طبعا مشاكل الشركة اللي بقت كلها فوق دماغ ثونج بساعتها بنتنا كانت عنده في المكتب من قبلها بيتكلموا عن التجربة بشكل رسم جدا عشان هم سايبين بعض وكده يعني بس لما عرفت اللي حصل قلقت عالدكتورة وعليه وسألته لو كان ده هيدره في شعله بس عملت مش مهتمة لما سألها لو كانت خايفة عليه مع ان اللي اتنين مفتقدين بعض هو شايفها في كل مكان في بيته وهي بتتمنى يجي لها تحت شباكها زي ما كان بيعمل لحد ما جالها على بيتها جواب وتسجيلات من الدكتورة المفقودة وقالت لها انها تبعت لها جواب تاني بعدين انما ما حدش عارف هي فين فاول ما قارت الجواب كلمت بطنة يجي لها بسرعة وقالت لها تحكي له في ايه في الطريق وشكل الموضوع كان ضروري قوي وساعتها بنعرف ان عمه ممشي وراه واحد يرقبه وتنرفس جدا لما لقاهم بيتقابله تاني التسجيلات بقى اللي الدكتورة بعتتها كانت فيها كلامهم وهم في التنويم المغنطيسي ومنها بيعرفوا ان الكلام اللي قالوا بخصوص الحادثة معناه ان كان في حد تلت معاهم على المركب ايواه بالضبط كده عمه اللي عامل فيها ملك بجناحات المهم بطلنا راح لبابا يسأله تاني عن تفاصيل الحادثة فقال له عمك وهو صغير قال له هي السبب وبلاش نفتح السيرة دي تاني بس هو كان شاف انه ماينفعش يصدق كلام طفل صغير وخد بطلتنا وراحوا جابوا الدكتورة وحطوه في مكان امن بعيد عن عمه وعملوا تنويم مغنطيسي تاني فهموا منه ان عمه كان بيلعب معاهم وهو اللي فدل يزن عليهم عشان يركبوا المركب ولما كانوا بيغرقوا وخاف هو فعمل حد الشت وسبهم هم وحظهم بقى لحد ما منطجت ولحقتهم عشان كده لما فاقوا وبقوا لوحدهم حضنوا بعض واتفقوا ان بعضهم كان حاجة سخيفة قوي وتاني يوم جابوا الراجل اللي شغال في مكان الحادثة وسألوا عن اللي حصل فقال نفس اللي شافوه في التنويم المغنطيسي وساعتها عمه سمع الحوار كله كان مرعوب لحسن سونج ما يسمحوش بس فضل يقنع نفسه ان هيسمحه ومش هيتخلى عنه بس للأسف سمعه هو بيقول له انه بيكرهه ومش قبل ما يسمعه هو بيقول له انه حتى لو بيكرهه عشان هو السبب وكمان حط الحق عليها وهي بريئة فهم في النهاية اهل وللحق يعني عمه طول السنين دي بيعمله حلو وهو بيعتبره اخوك كبير مهما حصل واكيد كذب عشان خايف يخسر عائلته وبعدها يتكلم معه بكرة ويحلوا الدنيا بس للأسف التاني عشان ما صبرش يسمع للاخر غضب وقال ليه سمح له ما يسمحنيش انا واللهون عليه يهون عليا وبعت للصحفيين خبر مهم بخصوص بطنة فتاني يوم لأ الولد رايح له بيقول لنا عرفت اللي حصل بخصوص الحادثة فالتاني من غير مقدمات قال له انت ما تنفعش مدير للشركة وايامك هنا خلصت وفي اللحظة دي عرف سونج ان فيه صحافة قدام الشركة ومحدش فاهم جايين ليه وعايزين ايه وطلع ان البيع عمه فضحه وقال ده عنده قارك وراح اجتمع بالمساهمين وقال لهم اكيد مش هتقامنه على الفلوسكو مع واحد دماغه مش فيه وانا الوحيد اللي هقدر يدير الشركة دلوقتي فاسلوبه ده عصب زميل له وخلاه يروح يتخانق معاه ام قيل له نخسرت اهلي ومش هخسر كل حاجة يعني حاجة ويساعده سونج فبصولها بصت كل حاجة تحت السيطرة وما فهمتش فيه ايه لحد ما جيه معاد اجتماع المساهمين وعمه كان قادر يجذب الكل ليه ويخليهم يصوتوله بالادارة لحد ما قابوا الايت شقار ادالوا مقلب وقال انا مش معاكو يا رجالة فكل اللي كانوا رافعين ايديهم نزلوها مدام الرجل الكبارة ده مش موافق وده خلى عمه يبانك في نص الاجتماع ويحاول يكنعم انه هو بس اللي قادر ينكز الشركة وفوق ده كله بطنة وعادهم انه هيشتغل كويس رغم القرق وعرض عليهم برنامج للقرق يستثمره فيه ويجيب لهم مليارات وكلهم طبعا حبوا الفكرة فما كانش قدام عمه حل غير انه يمشي ويسيب الشركة ويعترف بخسارته بس سونج ما سمحش بكده وقال له انه مسامحه وعارف انه عمل كده عشان كان طفل وخاف على نفسه وخاف يخسر عيلته وانه مهما حصل هيفضله عيلة وهيفضل عمه واخوك كبير مع الكثير من العيات والش احتفت القرايب بقى وديزبت لنا اننا معانا بطل جنت القوي متفاهم مش بنشوفه كتير فقالت نقدره اما لو فبعد ما ده كله خلص طلبت من سونجي يوديها تزور مامته وفعلا زروها وشكروها انها انقذته ومطمنوها على نفسهم وبعدها سونجي قال له اني القواني اتصلحه وكل حاجة ترجع زي ما كانت فترة ضدت وقالت له يديني فرصة افكر وثبته ومشت بس صاحبتها لما عرفت قالت لها التقلي مش هينفعك يا مديحة لما الراجل يتير منك فاول ما بعت لها وطلب منها يقابلها بكرة وفقت على طول وسامعت كلام صاحبتها بس لقيته هو والدكتورة في الكافيه واتفاجئت بها بتطلب منهم يعيشوا سوا شوية كمان عشان حتى لو بيناموا دلوقتي كويس هي محتاجة تجرب حاجة اخيرة وطبعا الكلام ده كله هبل وسونجي محفز على الكلمتين دول بس عشان يكسب له تاني وسلمولي على الامانة العلمية فالاتفاق كان انها جيله بيته بالليل والولد قاعد يحضر عشا رومانسي وشموع وكده بس في النهاية ما جاتش وقلقته عليها فجري ورح لها بيتها عشان يشوفها كويسة ولا لأ لأ أهلها طبوا عليها فجأة وبيتعشوا معاها عشان كده ما عرفتش تخلع فقاعدت عشا هو معهم بكل بجاحة وممتها كتر خيرها خدت بابها ومشيو لما حسوا نفسهم تقال على القاعدة لأنهم خلاص مش معترضين على العلاقة مدام هم محل الدنيا بينهم وبين بعض بس لو هي لمترددة تستسلم لمشاعرها وما كانتش عايزاهم يمشوا يسبوع معاه عشان كده قالت له انت هتنام شاريت كده على الكنبة وخلاص بقيت عرف انام لوحدي من غير تأثيرك الفضيع بس بالليل صعب عليها ينام من غير غطا فطلعت تدي له واحد ولقيته فايق وراي وفضي يناكب فيها وفي نص هزارهم كده وقعت عليه بسيته من خده بالغلط يعني فجريت على طول قبل ما تسمع كلام شيطانها وقتنعت تماما ان ممتها كان لازم تبزي المجهود اكتر شوية في تربيتها المهم تاني يوم بقى صحت على مكالمة من العازفة المشهورة اللي سونجة خلها تقابلها قبل كده واتفقت تقابلها في ساعة معينة عشان شايفها موهوبة وممكن تشارك في المسابقة وانا طبعا مش محتاجة اقول ان واحد صاحبنا هو اللي متوسط لها وكمان كان جاهز يوصلها للمعايد لما لقى السكة زحمة ركب موتسكل وطار بيه على هناك ونجحت فعلا في الاوديشن فخرجوا يحتفلوا مع الـ HR وزميلها بس سابوهم واموا روحوا عشان اللي اتنين ملهمش في الصهر وبعدها على طول زميلها انقذ الـ HR من واحد شارك بس اخد له بوكس معتبر فمشوا من المكان وجابت له مرهم وشقرته على شهمته بس لما شافت نظرات الاعجاب في عينيه قالت له مع التلاكشان بقى ومشت قبل ما الامر تتطوح اما بطنة فاستغرب تاني يوم لما لقى نفسه نام بعد محاولات طويلة وكان عايز يصحى يقولها على طول بس ملقهاش في البيت والحقيقة ما عرفش عارف مكانها ازاي بس هل حصل وساعتها الاتنين اعترفوا البعض انهم بيناموا كويس عادي بس كانوا بتحججوا بالقرق عشان يفضلوا سوا والاعتراف ده كان كفاية عشان لوت صالحه ويرجعوا زي الاول وبعدها بتفاجئوا بنتنا بانها كملت الكفية اللي مامته ميتت قبل ما تخلصه له وقالت له انها مستعدة تبدأ معاه حياة جديدة ففرح وحس ان الدنيا جميلة ونفسه مفتوحة واتفق معايها يروح يقابل اهلها والمراضي ان شاء الله ما تحصلش مشاكل بس اكتشفوا ان باباها ساب البيت فجأة وما يعرفش هو فين فقعدت تفكر لحد ما خمنت انه في مكانها المفضل لما كانت صغيرة والرجل يا حرام طلع مكتائب بس عشان بنته هتتجوز وخيف عليها بس سونج وعدوا يخطاها في عينيه وطمنوا انه هيحافظ عليها وبدأوا ابطالنا يستعدوا للفرح ويجربوا الفستان والبدلة اللي بالمناسبة تجنن على العريس وبعدها راحوا عزومة اهليهم اللي الابهات خرجوا منها صحاب قوي والحمد لله مش هنشوف سراعات تانية اما الاتشا آر وزميلها فقعدوا يشربوا سوا في يوم وصرحوا بعد ان مشاعرهم تجاه سونج ولو خلصت خلاص وكل واحد بيدور على نصيبه فزي ما تقولوا كده شيربوا جامد شوية وقالبا ما صدق وقالها احنا نرتبط خلاص المسلسل بيخلص خل الجماهير الغفيرة تفرح وبعدها بنشوف فرح ابطالنا اللي بيكون سعيد جدا لانه جاي بعد معاناة طويلة وقلت نوم بس اللي اتنين بيوعدوا بعض بساعدة طويلة وحب مستمر ونوم مستقر وشكر خاص للقرق اللي جمعهم لانهم لولايه ما كانوش عدوا بكل ده ولا اكتشفوا قد ايه بيحبوا بعض والحد هنا بيكون خلص ملخصنا النهاردة مستنية قوي اقرأ تعليقاتكم واعرف رأيكم فيه بس يا ريت ما تنسوش تدعمونا وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان ما تفتكوش ملخصتنا الحلوة ويسلاة